الملك حمد بن أيسى الخليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعا هذا اليوم في قصة صافرية الفريق بحري شارلز برادفورد كوبر قائد القوات البحرية بالقيادة المركزية الأمريكية قائد الأسطولة الخامس للسلام على جلالته بمناسبة انتهاء فترة عمله وقد أعرب صاحب الجلالة عن اعتزاز مملكة البحرين بما يجمعها بالولايات المتحدة الأمريكية من علاقات تاريخية وشراكة وثيقة ترتكز دعائمها منذ عقود طويلة على الثقة والاحترام والتنسيق المشترك ومنوها جلالته بالتقدم المستمر الذي يشهده التعاون الثنائي خاصة على صعيد التنسيق العسكري والتعاون الدفاعي بما يقدم الأهداف ويلب تطلعات المشتركة كما أثنى جلالته على مبذله الفريق بحري شارلز برادفورد كوبر خلال فترة عمله من جهود طيبة أسهمت في تطوير وتنمية التعاون البحري بحريني الأمريكي لا سيما في الجانب العسكري والدفاعي كما جرى خلال اللقاء بحث المستجدات التي تشهدها المنطقة والتطورات الإقليمية والدولية أكد جلالته تقدير مملكة البحرين للدور المحوري الذي تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية والحلفاء لسلامة وحرية الملاحة والتجارة في المنطقة وممراتها الدولية ومواجهة أي أخطار تهددها وتقديرا لدور الفريق بحري شارلز برادفورد كوبر قائد القوات البحرية بالقيادة المركزية الأمريكية قائد الأسطولة الخامس في دعم روابط الصداقة والتعاون الوطيد بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية في جميع المجالات فقد تفضل حضرة صاحب الجلالة أياده الله بمنحه وسام البحرين من الدرجة الأولى من جهته عرب قائد القوات البحرية بالقيادة المركزية الأمريكية قائد الأسطولة الخامس عن شكره وتقديره لجلالة الملك المعظم على منحه هذا الوسام وباعتزازه بجهود جلالته في ترسيخ أواصر العلاقات الاستراتيجية القوية بين البلدين الصديقين أشهد بالدور الحيوي لمملكة البحرين كشريك المهم في دعم الجهود الرامية لتعزيز الاستقرار والسلام الإقليمي